الطريقة الصحيحة لتناول السمسم وفوائده فوائد بذور السمسم الأبيض تحتوي على كمية كبيرة من الألياف وهي غنية جداً بالزيوت والمغنيسيوم والفيتامينات والمعادن المختلفة والعناصر الغذائية التي تفيد وتدعم وظائف الجسم الحيوية كما إن بذور السمسم تحتوي على الزنك وهو عنصر حيوي وضروري في تكوين الكولاجين والذي يقوي الأنسجة العضلية والشعر والجلد كما ثبت أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين إي الذي يقلل من ظهور الندبات وعلامات الجلد أيضاً أن بذور السمسم غنية بالبوليفينول النباتي والذي يساعد على تعزيز صحة الشعر بتدليك زيت بذور السمسم على فروة الرأس لتقليل الشيب المبكر وزيادة نمو الشعر بسبب وجود الفيتامينات والمعادن كما تساعد الأحماض الأمينية ومضادات الأكسادة الموجودة في هذا الزيت على إعادة اللمعان مرة أخرى للشعر الباهتي ومن فوائد السمسم الأبيض أيضاً المحافظة على صحة القلب ويخفض ضغط الدم المرتفع ويخفض الإجهاد على القلب والأوعية الدموية ويمنع الإترابات القلبية المختلفة كما يحتوي على المغنيس يوم موسع للأوعية الدموية تحتوي بذور السمسم على كمية كبيرة من الألياف والتي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي والتي تقلل مشاكله كالإمساك والإسهال كما تساعد على حماية القولون وتقلل فرص حدوث اترابات الجهاز الهضمي يعد السمسم مصدر غني بمركبات البوليفينولية حيث يتم إنتاج هذه المركبات المحددة بواسطة البكتيريا الدقيقة الموجودة في القولون يعتبر السمسم الأبيض أغنى مصدر لمعظم العناصر الغذائية حيث يحتوي السمسم على الزنك والكالسيوم والفوسفور والتي تقوم بالمحافظة على صحة العظام ومنع حدوث أمراضها تقليل الالتهابات تكمن فوائد السمسم الأبيض أيضا بالمحتوى الكبير من النحاس الموجود فيه والذي يساهم في الكثير من الوظائف بما في ذلك الحد من الالتهابات في المفاصل والعظام والعضلات وبالتالي المساهمة في الحد من آلام التهاب المفاصل المرتبطة بها كما يعد النحاس معدنا أساسيا لتقوية الأوعية الدموية والعظام والمفاصل ويعد النحاس عنصر رئيسي في تكوين الهيموغلوبين لذلك فإن المحتوى النحاسي المناسب في الجسم يزيد الدورة الدموية ويضمن أن تتلقى الأجهزة العضوية في الجسم بأكمله كمية كافية من الأكسجين لتعمل بشكل صحيح بذور السمسم يمكن أن تساعد في زيادة حرق الدهون والحفاظ على محيط الخصر السمسم الأبيض يساعد في تقليل وزن الجسم وتراكم الدهون وبالإضافة إلى ذلك تحتوي بذور السمسم أيضا على نسبة عالية من الألياف وتساعد الألياف الغذائية على إبطاء إفراغ المعدة لإبقاء الشعور بالامتلاء لفترة أطول ويمكن أيضا أن تبقي مستويات السكر في الدم ثابتة لمنع حدوث الاضطرابات والتي قد يؤدي إلى الشعور بالجوع والرغبة الشديدة بتناول الطعام السمسم بديل رائع لمنتجات الألباني لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكاليسيوم لمن عنده مشكلة أو حساسية من منتجات الألباني ولا يتناول الخضروات الورقية بكمية تكفي جسمك من الكاليسيوم يجب أن نتناول السمسم يوميا حتى يحصل جسمك على الكاليسيوم الذي تحتاجه لعظامك وأسنانك بالكمية الكافية التي تقوي جسمك من المهمة معرفة الطريقة الصحيحة لتناول السمسم حتى نستفيد منه وتحصل على فوائده الكثيرة يجب أن نتناول السمسم مطحون وليس صحيح حتى يمتصها جسمك بشكل جيد ويفيدك الطريقة الصحيحة لتحضير السمسم نشتري السمسم الأبيض بجودة جيدة ثم نقوم بغسله وتصفيته ويحمص على نار هادية ثم يطحن ويضاف للطعام ترجمة نانسي قنقر